أعلنت تهيئة الدواء المصرية أن حملات التفتيش المفاجئة التي قام بها مفتش الهيئة خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى مارس الجاري أسفرات عن ضبط أكثر من 6 مليون قرص من الأدوية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخصة وذلك خلال 12 ألف ضبطية مخالفة بقيمة 52 مليون جنيه يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الرمية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء وسعي هيئة الدواء المصرية إلى أحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر وحماية صناعة الدواء المصرية